بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا الحديث عظيم جدا ويجب أن نتعلمه ونحفظه ونعمل به لأنه يضمن لك دخول الجنة النبي ضمن دخول الجنة لمن قام بهذا العمل عمل بسيط جدا تأملوا معي أولا هذا الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد الرسول وجبت له الجنة صلى الله عليه وسلم إذن الله والإسلام والنبي ثلاثة أمور بسيطة جدا رضيت بالله ربا هل صعب هذه الثلاث كلمات رضيت بالله ربا ثلاث كلمات تقولها سهلة جدا وبالإسلام دينا كلمتين مجموعة خمسة وبمحمد نبيا سبع كلمات صلى الله عليه وسلم طيب هنا أيها الأحبة أنا أود أن أتأمل معكم هذا الحديث لماذا النبي عليه الصلاة والسلام بسط القضية جدا وسهلها يعني مثلا قد يأتي قائل ويقول لك طيب ممكن أي إنسان يرتك بالموبقات ويقتل ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ويدخل جنة لا إذن أنت لم تفهم هذا الحديث أنت يجب أن تطبق هذا الكلام رضيت بالله ربا بما أنك رضيت أن الله هو رب لك إذن لا تخالف قوانينه أنت دخلت إلى لتعمل في شركة أنا أحب هذا المثال كثيرا هذه الشركة لها صاحب ووضع مجموعة من القوانين ل يعني نظام عمل للشركة فأنت إذا قلت أنا رضيت بهذا الشخص مديرا لهذه الشركة ثم سرقته وكذبت عليه وسببت له خسائر وتأخرت عن عملك وخلفت هذه القوانين إذن أنت لم ترضى إذن رضيت أي رضيت بما فرضه الله علي عندما حرم الفاحشة أنا رضيت بذلك إذن أنا لن أرتكب الفاحشة عندما تقول رضيت بالله ربا إذن أنا رضيت بما شرع الله لي طيب وبالإسلام دينا أنت رضيت بالإسلام إذن يجب أن تقيم الصلاة لأن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وحجه وصيام رمضان وحجه البيت تقول لا أنا لا أريد أن أصوم ولكن أنا رضيت بالإسلام دينا إذن أنت لم ترضى إذن كلمة رضيت يعني اقتنعت وطبقت تمام أيها الأحبة أنت عندما تذهب وترضى بعقد معين يعني هناك عقد أنت توقع أنك موافق على شراء شقة مثلا ثم تاني يوم تقول أنا لم أدفع بقية ثمنها إذن هذا ليس رضا أنت بما أنك وقعت رضيت إذن ستلتزم ببنود العقد الإسلام هو مجموعة من القوانين رضيت بالإسلام دينا إذن أنت لذلك في زمن الجاهلية لماذا النبي تعب كثيرا فقط ليقولوا لا إله إلا الله لم يقولها قريش كفار قريش لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقولها لها لأنهم يفقهون اللغة أكثر منا نحن اليوم يعلمون أن لا إله إلا الله معنى ذلك أن كل هذه الآلهة التي نعبدها ستدمر يعلمون أن لا إله إلا الله ستدمر الخمر لأن الله حرم الخمر ستدمر الربا لأن الله حرم الربا ستدمر الزنا لأن الله حرم الزنا وبالتالي لا يقولوا لا إله إلا الله علمت أخي الحبيب إذن رضيت بالله ربا رضيت بكل ما أمرني الله به ونهاني عنه رضيت بالإسلام دينا أي رضيت واقتنعت وطبقت كل ما شرعه أو كل ما كل قوانين الإسلام وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم أي رضيت بكل الأوامر التي أمر بها النبي والنواهي التي نهى عنها حرم الخمر أنا ألتزم بتحريم الخمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين أنا أبر والدي أمر بإكرام الجار أنا أكرم جاري أمر بكف الأذى عن الناس أكف الأذى عنه وهكذا لذلك أنت إذا طبقت هذه الأشياء ستدخل الجنة بشكل أوتوماتيكي يعني علمت أخي الحبيب لذلك يعني الحديث له أبعاد ليس مجرد كلام الكلام هذا له تطبيق عملي تماما كما قلت لكم مثل هذا العقد أنت تقول رضيت بهذا العقد العقد فيه الشروط فبمجرد أن وقعت أنت رضيت وافقت أن تقول أنني لا ألتزم أنا رضيت بالله ربا ولكن لن أصلي إذن أنت لم ترضى رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولكنني لا أريد أن أترك شرب الخمر مثلا إذن أنت لم ترضى به نبيا أنا رضيت بالنبي محمد رسولا ولكنني كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أنا لن أكرم جاري إذن أنت لم ترضى وبالتالي الرضا هو الموافقة والالتزام أنت رضيت تلتزم هذا هو الرضا أما أنت تقول بلسانك ما ليس في قلبك هذا ليس له أي قيمة هذا الكلام حتى لو قلت رضيت بالله ربا وأنت لا تعترف بوجود الله قلت هم اليوم مرة ليس لها قيمة الآن أيها الأحبة في حياتنا العملية يجب أن نطبق هذا الحديث يجب أن نقول هذا الكلام لماذا؟ لأن تكرار هذا الحديث وتكرار هذا الكلام يجعلك تتفكر بالأشياء التي ترضي الله رضيت بالله ربا عندما تقولها وتكررها أنت ستبحث عن الأشياء التي ترضي الله عز وجل رضيت بمحمد رسولا طيب ماذا يريد هذا النبي؟ هذا النبي كان يأمرنا بالتسامح بالعفو بحب الخير للناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا ألتزم بما يرضي النبي يعني لكي أرضى به رسولا يجب أن يرضى عني أولا والنبي لا يرضى عن المنافقين ولا يرضى عن الكاذبين النبي أمرنا بالصدق قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة أنا إذا أردت أن أقول رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إذن يجب أن لا أكذب إذا قلت رضيت بمحمد رسولا ثم كذبت إذن أنا أقول ما لا أفعل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لذلك أخي الحبيب هذا الحديث يجب أن تحفظه تطبقه وتقوله تردده بينك وبين نفسك وتبحث عن الأشياء التي ترضي الله وترضي رسوله لكي تحصل على الرضا في الدنيا والآخرة وتضمن دخول الجنة إن شاء الله وإن شاء الله في لقاء قادم نتأمل حديث آخر في هذه السلسلة نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير النافع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ورحمة الله وبركاته